موسيقى على رغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هذه المنجزات ودون المستوى التي تحققه بعد الدول التي تبدل جهودا مماثلة أو أدنى ويتجلى ذلك من خلال جمع من المأشيرات فإن كانت بلادنا تشجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عاليا الذي يبلغ 30% من ناتج الداخلي الخام مقابل متوسط عالمي لا يتجوز 25% فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة تشجل 65% من إجمال الاستثمار مقابل 20% كمتوسط عالمي كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16% وهي النسبة التي تظل مرتفعة حتى مقارنة مع دول ذات تدخل عمومي مهم وفي مقابل ذلك لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي هذا المجال الأمر الذي نتج عنه ضعف آثار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية حيث أن متوسط معدل نمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماتل يناهزه 6% ذلك أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا والبالغ حوالي 100 مليا ديال الدهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأطار الكافي اجتماعيا واقتصاديا